اصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في سوريا بيانا حول ما يجري في مدينة الموصل العراقية من معركة ضد تنظيم داعش الارهابي وما تبعها من تكشف لمخطط داعمي الارهاب بتأمين ممرات امنة لارهابي داعش صوب سوريا وقالت القيادة في بيانها انه بعد بدء العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش العراقي الشقيق والقوى الرديفة لتحرير مدينة الموصل من عصابات داعش الارهابية وفرار المجاميع الارهابية تحت وطأة الضربات التي تتلقاها على يد ابطال الجيش العراقي بدأ يتضح المخطط الخبيث لداعمي الارهاب الدولي وفي مقدمتهم الولايات المتحدة الامريكية والسعودية لتأمين الطرق وممرات عبور امنة لارهابي داعش الفارين من الموصل باتجاه الاراضي السورية بهدف الحفاظ عليهم وحمايتهم من جهة وتعزيز التواجد الارهابي داخل الاراضي السورية من جهة اخرى في محاولة لفرض واقع ميداني جديد في المنطقة الشرقية على اتجاه دير الزور والرقة وتدمر ان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة اذ تؤكد ان معركة تحرير الموصل وكافة اراضي العراق الشقيق من رجس الارهاب هي معركتها فانها تعتبر اي محاولة لعبور الحدود هي بمثابة اعتداء على سيادة الجمهورية العربية السورية وان كل من يقدم على هذه المحاولة يعد ارهابيا وسيتم التعامل معه بجميع القوى والوسائط المتاحة دمشق الثامن عشر من تشرين الاول لعام الفين وستة عشر القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة